السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن لو فرضنا لدينا قوتين على سبيل المثال القوة الأولى هي 50 نيوتن باتجاه المحور X والقوة الثانية 30 نيوتن باتجاه المحور X الثانية جاء يتأثر على جسم معين وبالتالي تزيح هذا الجسم إزاحة معينة إذن المحصلة النهائية للقوتين حتى تزيح هذا الجسم هي عبارة عن مجموع القوتين لأن هذه القوتين بنفس الاتجاه فالمحصلة هي عبارة عن حاصل جمعهما 50 زائد 30 يكون 80 نيوتن باتجاه المحور X أو فعلى سبيل المثال عندنا إزاحة جسم تحرك إزاحة 3 متر باتجاه المحور Y وبعد ذلك تحرك إزاحة أخرى 5 متر باتجاه المحور Y إذن الإزاحة الكلية لهذا الجسم هو 8 متر باتجاه المحور Y إن الإزاحة هي من الكميات الفيزائية الاتجاهية والقوة من الكميات الفيزائية الاتجاهية إذن يسوينا إحنا بهذه الحالة جمعنا الكمية الفيزائية الاتجاهية فالإزاحة الأولى هي عبارة عن متجه والإزاحة الثانية هي عبارة عن متجه والمحصلة مالتهم جمعناهم سوية بنفس الطريقة القوة الأولى هي متجه لأن كمية الفيزائية الاتجاهية والقوة الثانية أيضا كمية فيزائية اتجاهية عبارة عن متجه والمحصلة مالتهم لأن اثنينهم بنفس الاتجاه هو عبارة عن جمعهما وبالتالي نستطيع أن نجمع الكميات الفيزائية الاتجاهية جمعا اتجاهيا أو بعبارة أخرى نجمع المتجهات لأن الكميات الفيزائية الاتجاهية هي عبارة عن متجهات وطالما استطعنا أن نجمع هذه الكميات الفيزائية إذن نستطيع أن نجمع المتجهات إذن يمكن أن نطبق رياضيا عملية جمع المتجهات جمع المتجهات إذا كان لدينا متجهين أي وبي كما مر ذكرهما سابقا فيمكن أن نجمع أي زائدا بي والمحصلة لهما المحصلة للجمع هو متجه آخر يمكن أن أمثل سي لأن من أجمع متجه زائدا متجه الناتج يجب أن يكون متجه آخر يختلف بالقيمة عن المتجهين قد يكون بنفس الاتجاه أو يختلف عن هذين المتجهين بالاتجاه ولكن يمتلك قيمة مختلفة عن المتجهين إذن حاصل جمع المتجه أي زائدا بي هو متجه آخر رمز نالة بالمتجه سي أكمل عملية الجمع رياضيا أعوض عن المتجه أي والمتجه بي كما هو ملاحظ إذن سي هذا هو المتجه أي زائدا المتجه بي المتجه أي هو عبارة عن متجه يحتوي ثلاثة حدود والمتجه بي يحتوي على ثلاثة حدود أيضا نلاحظ بأن هناك حدود متشابهة بالاتجاه A X I B X I A Y J B Y J A Z K B Z K هذه الحدود على اتجاه المحور X Y Z على التوالي فيمكن أن يكون حاصل الجمع هو جمع الحدود المتشابهة A X مع B X وعامل مشترك اللي هو I كما هو ملاحظ أو بالعلاقة رقم واحد A X زائد B X باتجاه المحور X A Y زائد B Y باتجاه المحور Y من خلال اليونت بكتر J و A Z زائد B Z باتجاه المحور Z من خلال اليونت بكتر K إذن في حالة الجمع يجب أن نجمع الحدود التي تقع على نفس الاتجاه أو تملك نفس اليونت بكتر المتجه C يمكن أن يمثل رياضيا بالعلاقة C يساوي CXI زائد CY J زائد CZK كتمثيل رياضي للمتجه C مثل مثل المتجه B والمتجه A يمكن أن أمثله رياضيا بالعلاقة 2 إذا فرضنا أن هذا المتجه يقع أيضا بالفضاء فإنه يملك إحداثيات على المحور X والمحور Y والمحور Z فعند فعند مقارنة المعادلة رقم 1 مع المعادلة رقم 2 بالمقارنة يمكن أن نستنتج بأن CX هي عبارة عن AX زائد BX وأيضا نستنتج بأن CY هو عبارة عن AY زائد BY والCZ هو عبارة عن AZ زائد BZ ترجمة نانسي قنقر